كرونيك مايلويد لوكيميا سرطان الدم النقوي المزمن سي أم أل هو مرض سرطاني يصيب الخلايا الجذعية متعددة القدرات المسؤولة عن تصنيع خلايا الدم وتميز عن سرطان الدم النقوي الحاد ببطء سير المرض في جسم المريض من أهم العلامات الفارقة في هذا المرض وجود اضطراب وراثي خلوي يسمى بكروموسوم فلاديلفيا بي أتش كروموسوم وهو عبارة عن انفصال الكروموسوم رقم 22 والتصاقه بمكان الكروموسوم رقم 9 وانفصال الكروموسوم رقم 9 والتصاقه بمكان الكروموسوم رقم 22 متوسط عمر الإصابة للمريض ما بين الخمسين إلى الستين عاما وجد أن الإشعاعات الناتجة من القنبولة الذرية في هيروشيما ونجزاكي لها دور في حدوث المرض وتعتبر كعوامل خطرة لحدوث المرض أطوار المرض الطور المزمن كورونيك فيز يستمر من سنتين إلى سبع سنوات وفي بعض الحالات النادرة قد يصل إلى خمس عشرة أو عشرين سنة وفي معظم الحالات يشخص المرض في هذا الطور الطور المتسارع يصاب نصف المرضى بهذا الطور حيث تزداد شدة المرض تدريجياً وتكون نسبة الخلايا الأرومية من عشر إلى تسعة عشر بالمئة في الدم أو نخاع العظم الطور الأرومي بلاستيك فيز وتكون نسبة الخلايا الأرومية أكثر من عشرين بالمئة في الدم أو نخاع العظم وتحول المرض من حاد إلى مزمن العلامات والأعراض فقدان الوزن الشحوب نزيف لعدم فعالية الصفائح الدموية ضيق النفس ارتفاع الحرارة تضخم بالطحال آلام في العظام اضطرابات في الرؤية تشخيص المرض تحاليل الدم تظهر تحاليل الدم هبوطاً في الهيموغلوبين ارتفاع أعداد كريات الدم البيضاء زيادة أو نقصاناً في أعداد الصفائح الدموية خزعة نخاع العظم الفحوصات الخلوية الوراثية تشخيص المرض عن طريق التهجين الموضعي المتألق لرؤية الانتقال المكاني بين الكروموسومين 9 و22 فحص التهجين الموضعي المتألق Fluorescent Insight Hybridization يبحث هذا الاختبار عن كثب في الحمض النووي للخلية باستخدام أصباغ الفلوروسينت الخاصة التي ترتبط فقط بجينات معينة أو أجزاء من كروموسومات معينة يمكن لهذا الاختبار العثور على تغييرات الكروموسوم مثل الانتقالات التي تكون مرئية تحت المجهر في الاختبارات الوراثية الخلوية القياسية بالإضافة إلى بعض التغييرات الصغيرة جدا بحيث لا يمكن رؤيتها باستخدام اختبارات الوراثة الخلوية المعتادة لذلك يمكن استخدام هذا الاختبار للبحث عن التغييرات في جينات معينة أو أجزاء من الكروموسومات أيضا يمكن عمل اختبار البلمرة المتسلسل PCR وهو اختبار حساس للغاية يمكن أن يجد أيضا بعض التغييرات الجينية والكروموسومية الصغيرة جدا بحيث لا يمكن رؤيتها تحت المجهر وهو مفيد في العثور على التغييرات الجينية الموجودة في عدد قليل من الخلايا مما يجعله جيدا في العثور على أعداد صغيرة من خلايا سرطان الدم في عينه